اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودخل البنك والاخ برا البنك دي ينتظر اللي راح يحل المشكلة اشتركوا في القناة هل اكو نقطة استفهام او تصير نقطة استفهام بالحل عندك مشكلة ومشكلة عويصة وما احد ما يحلك ياها لقيت لك الوسيط اللي قال لك اني احلها واجوا ياك للبنك ودخل بالبنك دي يحل المشكلة وانت خارج البنك وانت دي تنتظر هل انفضت المشكلة ما لك لو ما انفضت شو وقت تنفض المشكلة ما لك ها لا ممن تفوت من يطلع الشفيع ما لك اذا فات وما طلع كل اللي تسويتها بلاش لكن الشخص اللي يريد يحل المشكلة ما لك دخل وطلع قال مشكلتك انحلت بذاك الوقت انت اش راح يصير عندك اوه يقول لك هم ونزاح ونشكر الله من اجلك وعزمك اليوم وانت تعزمني ايش حل المشكلة قضيتنا مع الصليب هالشكل كل الانبياء الجوي يقال لكم احلك يا هاني ويدخل على القبر وبس ما يطلع اي واحد اي نبي كله يقول لك انا احلك ياها والحل والربط كله يمي يدخل للقبر بس ما يطلع تهت الشغلة صح لا ومصح الوحيد الوحيد اللي يطلع وقال لك انت شغلتك انحلت هو منه افرح لانه الرب اعلن اليك بانه مشكلتك انحلت مشكلتنا انحلت وصرنا ايش نقدر ندخل باي وقت ونعيش حياة سعيدة بقوة ليش لانه اكو قوة واكو بركة للقيامة من بين الاموات مع كل الاسف اقولكم شغلة وحدة كل اللي قاعدين بهذا المكان كنا نعتقد قوة وبركة القيامة هي بموت الرب على الصليب هاي وحدة شطانة تذكرون الوعظة موت شطانة غفران خطايا قيامة شطتنا تبرير من خطياتنا غفران وتبرير تذكرون هذا اللي بس الفكرة قيامة الطاعة انتوا انتوا صرتوا مبررين غفر خطايانا باليوم وطانة تبرير باليوم الاخر وقمنا نعيش هذه الحياة لكن اكو شي الرب اليوم يريد يوصلنا فكرة انه مو بس انا اطيتك ايش غفران وتبرير اكو شغلة اللخ شنه رح نجي نشوفها ونتعلمها اليوم باسم يسوع هل الرب اطانة شيء اخر اعظم من الغفران ومن التبرير شوفوا فالفكرة قوية مهمة جدا لازم احنا نتعلمها ونعلم بها الاخرين لانه هذا الشيء مهم جدا خلونا نروح على رسالة افاسوس اصحاح الاول والعدد اثمنتعش نقرأ سوية هاي الاعداد ونشوف ايش رب يريد يكلمنا وندخل الى كلمة الله بالقوة دعونا نقف احتراما لكلمة الله التي هي بين ايدينا بهذا الوقت افاسوس اصحاح الاول والعدد اثمنتعش تقول كلمة الله مستنيرة عيون اذهانكم لتعلم ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته لذا الذي عمله في المسيح اذ اقامه من الاموات واجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل ايضا عدد اثنين وعشرين واغضع كل شيء تحت قدميه وياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل مبارك اسم يسوع وإلى الابد رحمتي حسنا قلت لكم انه سبب الدعوة مالنا هو مو بس ندعو الناس انه نقول لناس مغفورة خطاياك وعند وعند تبرير تعليم مالنا بهاي الايام لازم يتغير قوة القيامة اللي احنا نحكي بها واللي احنا نعيش ها لازم تغير سلوك حياتنا اذا ما رح تتغير سلوك حياتنا راح نكون احنا غير مثمرين بقوة القيامة اللي موجودة بين ايدنا فهمتوني لو صعبة قوة القيامة اكو شي عندك انت قوة مع كل اسف شمسوين بها ضاميها بالجنط او ضاميها بالبيت او ناخدها ونروح بها بدون ما نستخدمها بدون ما نستخدمها وهذا الشي اللي لازم اليوم اللي بيعلم نياها ونعلم بي الاخرين الدعوة وما هو المجد اللي انت تاغذب بهاي العدد شوف شو قل ما هو رجاء دعوته شنو رجاء دعوته وما هو غنى مجده انتبع عليك كلمات مهمة جدا اكو رجاء الدعوة واكو غنى المجد المن ميراثه في ال اذا عندك عندك رجاء دعوته وغنى المجد ما منه ما شخص الرب يسوع المسيح المن هذه المن هذه للقديسين من هم القديسين اللي ماتوا اللي ماتوا واللي هم الاحياء اللي الرب قدرته قدرته الفائقة نحو 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 تحول المؤمنين حسب شدة قوته الذي عمله في المسيح اذ اقامه من الاموات اذا شفتوا الفكرة الفكرة اللي نوصل بيها اليوم مهمة جدا كمؤمنين ميراثة للقديسين قدرة الفائقة نحو علما المؤمنين اللي يؤمنون بالرب يسوع المسيح هاي الشدة وهاي القوة وين اخذناها عمل المسيح اذ اقامه من الاموات من طلع الرب واعلن بانه قام جتين هاي القوة طلع وقال لك انت شخص مبرر انتهت لكل الامور والرب راح يعلن لنا هذا الشي ايش اللي يصير بهاي الاعداد فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى في هذا الدار مو بس في هذا الدار فقط فالفي المستقبل ايضا واخضع كل شيء تحت قدمي والمن هذا كل الامور كل شيء للكنيسة من هي الكنيسة شوفوا مرات هاي نقرأ الكتاب المقدس ونطفر بس فوق كل رئاسة وقوة وسلطان وسيادة وكل اسم يسمى احنا لازم نمتلك هذا شيء ليش لانه اللي يمتلك الطانية نص قوي جدا ولازم تفهم انت القوة اللي انت تمتلكها هاي دايما احنا نفكر انه رب بس فقط فقط يمتلك هذا امتلاك الرب لهاي القوة اعطاها المن نحوه للقديسين وللمؤمنين اطعنا هذه القوة بالرئاسة وبالسلطان ليش تدوسون الحياة هاي شنو رئاسة وسلطان وقوة المن لنا احنا واضع كل شيء المن لكل شيء للكنيسة التي هي جسده والذي في الملك كله زين سؤالي اليوم حتى نفهم ايش احنا المؤمنين لنا هاي الامتزازات لنا رأس المسيح والرب طينا هذا السلطان وكلنا ننهز رأسنا مو كلها زين رأسنا ايه ننهز رأسك هالشكل ليش كثيرين ما نتمتع بهذا السلطان شنو السبب شنو ببالك اوصل لك فتفكرة مهمة جدا شوفوا ككنيسة وكمسيحيين مؤمنين بشخص الرب الرب ديعلن لك ايش عندك قوة وسلطان ورئاسة وكل الامور صح وكلكم حزيتوا براسكم قلتوا نعم عدنا زين ليش ما نمتلكها ليش ما ليش ما نعيشها شنو السبب شوفوا سبب مهم جدا لازم لازم اليوم نوصل ككنيسة لانو انا ما قدرت وصل لها اليوم راح اطرح الموضوع اول مرة وصل وعضة ما وصل لها يعني راح حتش حتش اللي انا وصلت جوز مرة سألت هاد سؤال ليش رب يسوع المسيح بقى ثلاثة يام بالقبر ليش وانده حضر ليش ثلاثة يام ليش جمعة مات جمعة وقام موت وقيام هي مصح مات ليش بقى ثلاثة يام شوفوا بعدين تطلع المواهب مالكم خلي اهسة بس من اكمل حاجة اذا ما كنت طالعة موهبة قول لي اذا جاء زايد ثلاثة ايام بالقبر شقد ما فكرت بها فكرت بانه يمكن لتحقيق النبوءات نبوءتين ثلاثة نبوءتين بمن قال لنوح كما في ايام نوح هكذا يكون ابن الانسان هاي نبوءة يونان هشع هشع هاي النبوء مالهشع يعني اول مرة تطرق عليها يقول لك يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحي امامه هاي بهشع موجودة ما عرف اذا كنت قاريها ومتطرقين عليها هاي طرق عليها شوية قمت افكر بالموضوع قلتي احتمال مثلا ثلاثة ايام بقى لانه ثالوث الاب والاب والابن والروح القدس هاي كلها احتمالات انا دع حضر احتمال الله احتمال يقول لك يمكن من خلقنا على شبهنا هكا الصورة احتمال جسد وروح ونفس هاي ثلاثية ثلاثية الثالوث زين اكو ثلاثية ما يقول لك اعظمهم المحبة منهم وياه الاثنين رجاء وبعد ايمان ومحبة ثلاثية بس اعظمهم المحبة هاي ثلاثة اللخ زين شوية بقعت بمعان وقيت لها معان بسفر التكوين شي يقول فقال لي يعني صح الاول دلت يحكي عليه ولا صح الثاني قيت لا لا صح الاول فبسفر التكوين شي يقول صفر التكوين يقول لك الله من خلق خلق اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث بالخليقة ما لا اليوم الاول كان ليكون نور طبعا النور يختلف عن الشمس والها النور يختلف هاي ما داش رح بس اختلاف واليوم الثاني كانيش مياه وفصل بين واليوم الثالث فصل ووضع الارض وخلق بالارض بلش خليقة وحياة باليوم الثالث هاكلها شنواني اجتهادات ده فكر ليش الرب بقى ثلاث يام ليش هاكل فأنت فكر بعد اذا فكرت شغلات جديدة تعال قول لي مثلا اكون شغلة جديدة بس مهمة مدلا قول لي واحد اثنين ثلاث هاي هاي التفكير ماني لكن اقول لك شي واحد حتى ندخل بالموضوع ليش احنا من من يعيش السلطان لانه رب يسوع المسيح كان ايش هو كان النائب تذكروني يوم الجمعة الالام من جدي قلت لك وخليت ها بالباب كل ما تفوت وتطلع مو تمشت شعرك بس باب تقول رب بس الفكرة كان نائب عني وعنك شنو النائب نواب اللي يروحون شنو النائب من يجي يحشي النائب يعني يحشي مكانك صح فالرب صار نائب عني وعنك وين على الصليب شوف اللي صار نائب اليوم الاول ايش اللي صار اليوم الاول بج مع حمل خطيانة صح بس مرات هاي اذا تذكرون الجمل السبعة اللي قال على الصليب تذكروها اول جملة يا ابتاه لا يا ابتاه اخفر لهم اخفر لهم دي يحش ويامن عايز يحش وياب بابا اخفر لهم وطينا ما قبل اخفر لهم علاقة بيني وبين ابو بس بندوس قال بلاحد بلاحد من اول مرض اصيح ابو وبعدين قلت اصيح باسم صار اكف شي مهم جدا ولهذا السبب يسوع في الوسط قال ايلي ايلي لماذا شبقتني الهي لماذا تركتني ايه هنا صار النائب الاول على الجنس البشري حمل كل خطيانة ولهذا السبب الماضية والحاضرة والمستقبل من قال ايلي ايلي لماذا الهي لماذا لماذا يا رب بدري توجك عني وبعدين رجع العلاقة شوكت بالجملة الاخيرة قال يا ابتا بيديك استودع روحي رجعت العلاقة صارت علاقتها بينها بس اليوم الاول النائب عن البشري كنا نعرفها وكنا نحكي بيها صح هذا شي مغريب وكلكم اللي قاعدين واللي سمعوني عدتكم تعليقات رائعة بجمعة الآلام عدتكم كلش تعليقات يا السوع مات من اجلك يا السوع وغفر كنا نعرفها بس نيجي اليوم الثاني مشكلتنا المشكلة باليوم اليوم الثاني ايش الي صار اليوم الثاني هو بالقبر طبعا هذا اليوم اليوم الاول اليوم اللي يعني يوم كامل ايش اللي صار بهذا اليوم ليحد هذا الوقت اقولكم شي واحد اذا اجي واحد وقال لك انا اعرف اش صار اقول لهذا الشخص مو صادق لانه اللي صار بهاي الايام ما احد يعرفه بس هو من رح نوقف امامه رح يقول بهاي ثلاثة ايام اللي انت تحكي بها بالوعدة بس تحكي لي كلمتين وتعوف اقول لك ايش اللي صار وراح يجي وقت نوقف قدامه نقول له ايش اللي صار وانت جسدك كان جواب القبر طبعا تجي التفاسير كل واحد يطلع لك بجريدة واحد يقول لك نزل الى الهاوية واحد يقول لك نزل وابشر القديسين وشال القديسين من الجحيم انا مش لاعرف شون القديس بالجحيم ليش ما لاعلم ليش بالجحيم والرب هو قال اذاك قاعد يعني قصة اللي عازر قبل ما يدخل للقبر قال اللي عازر وين في حضن ابراهيم يتنعم واذاك في الجحيم يعني كان شغلة ما مبصولة ما كانت ذول موجودين حتى ينزل يبشرهم يقولهم يا با تمبل خلاص وتم تعالوا سعدوية هذا سعدكم هاي كلها تفاسيخ ايش اللي صار يوم الثاني شو تقول شون تقدر توصل الى شي صار بس اقول لك شي واحد مع كل اسف احنا كمسيحيين نعيش اليوم الثاني نعيش اليوم الاول مغفورة لك خطاياك خفرت خطاياك ايه راح تنمث بالقبر لماذا ننام بالقبر لانه اغلبيتنا مع كل اسف ما نستمتع باليوم الاحد نعيش مغفورة لنا خطاياك وفارشين فارشة ونايمين والحجر موجود ما فاتحين الحجر نفس الشي اللي قلت لك انت من تريد تحل مشكلة وتقول الحليم تقول الحليم يسوع وتدخل حتى تطلع تطلحل ما تطلحل فانت بعدك نايم بالقبر واغلب المسيحيين مع كل الاسف هم قديسين مغسولين بالدم لكنهم نايمين بالقبر والحجر موجود على القبر وقائلين ومرتاحين وما لهم علاقة بالخارج ليش لانه دي عيشون اليوم الثاني من ممات الرب يسوع ما حد من دي عيش ربي يريد يوصل رسالة لشعبة وكنيسة بهذا الوقت انه احنا ما نبقى نعيش يوم الثاني وننام بالقبر يا باش انه انت مؤمن ايا مؤمن مغسول بالدم مغسول بالدم شون ما حد يجيب للرب طبعا 2019 راحت سحك انت سحك راحت اولكم يعني سحك راحت لو حات واحد اثنين لو ما حات يعني غيروها ماذا 2020 ما لننسى عبالي بعشرين راحت سحك راحت ودخلنا بواحد وعشرين وبيع شهر شهر الرابع وجماعتنا وين تتعاركون عيدنا وعيدهم وما يعرفون بعضهم كلهم وين بعضهم كلهم ما طلعين من القبر داخل بالقبر ونايم بالقبر ويتعارق بالقبر ليش لا هذا وهذا ويا با وين خلصت الشغلة اطلع اطلع محتاجين انه الكنيسة تتحرك بهذه الايام محتاجين المؤمنين اللي قاعدين بهذا المكان يطلع من عادة ما لو يطلع من التقليد ما لو يطلع من الفخ اللي بليس مفخخ به اولاد الرب وخالهم وين محصورين بايش بينهم هم مخلصين وهذا وانتات الشغلة يعيش حياته ياكل يشرب ينام واسأل انت الرب اللي اطاك هاي الحياة اطاك هذا الغفران انت شمسوي لها شمقدم لها ليش جابك بس تاكل وتعيش وتاخذ فوت السلام لو شون السلام ليش هذا شي مهم جدا نفهم هذا هاي العيشة اللي كثير من عدنا يعيشوها لكن الرب يريد من عدنا اليوم نعيش يوم يوم خوشابه خوشابه بلغتنا مو خوشيبه نقوله ها صنده صنده مو بارتان بالكردي شنو راحت ها یك شم یك شم لقشم یك شم شوف اللغات اللي عندي يعني كلها هذي مع كلها سربات ما ماشي الشغل اليوم الثالث باوع يوم الثالث بتتعلو يوم الثالث يقول لك الرب القائم من بين الأموات قطعنا هاي باقي رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وهذا الشي اللي لازم نفهمه انه من دي يكتب هاي المراحل دي يكتب أمر مهم جدا يقول انه انا اشارك آلامه وموته وقيامته شوين بفليبي ثلاثة عشرة ليعرفه بعو ليعرفه منو دي احسن بولوس شي يريد يعرف قوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي ابلغ الى قيامة كلام قوي جدا اليوم لازم ما احنا نعرفه لأعرفه الرب يريد يعرفنا هالشيء مهم جدا شنو هذا الشيء تبع علي معرفة يسوع كنا نعرفها ماكو واحد قاعد بنا يقول له تعرف يسوع يقول له ماعرفه بس معرفة يسوع هو مو معرفة تاريخية انا عرفه بالتاريخ او معرفة عقائدية بالعقاد يعيش حياته العقيدة او معرفة كنسية انه انا بالكنيسة اروح يقولون اكو عدنا يسوع ويسوع مات من اجل معرفة كنسية عقائدية تاريخية نبوية رسولية شو تريدتش تعرف من يسوع ولهذا السبب مراته هواية اللي ماي آمنون يآمنون بالمسيح بانه هو هذا مبدأ اخلاقي اخلاق تريد تعيش اخلاق عيش مثل المسيح ياخذوك مبدأ اخلاقي ومحد من عندنا مع كل اسف نعيش ونعرف عمل العظيم من اجلنا فقط شوف شنو الفكرة اللي اريد اوصلكم يوم ليعرفه بعدد اثماني من هذا اللي انه خسر كل شيء من اجل المسيح شخسر كل شيء من اجل المسيح ليش لان قوة قيامة المسيح هي التبرير والتجديد والحياة الجديدة اللي الرب يطيها لكل مؤمن كل من يجي امن بهذا الشيء الرب يطي هذا الشيء وشركة الامه هذا شرط ضروري لشركتنا في قيامة الرب يسوع المسيح هاي شركة الامه احنا ما سحيها امسح الله يخلي قاشر تحكي بالالام احنا ما عدنا حيل امسح امسح ما تقدر امسحتها ما رح تقدر تعيش قوة قيامته الامه شنه الالام شنه الالام تقعد مطعم تاكل وكلك كباب يوميا الام يوميا وكليني كباب شنه الالام شنه الالام شنه فكروا بيها فكروا ايا شنه الالام اللي انت تتألم من عدها حتى تجي للخدمة الالام ايه الالام اجوز تخسر من وقتك تخسر من رحتك تخسر من فلوسك تخسر الالام مو بس هذي الناس يجوز يحشون عليك مو يجوز وانا مين يحشون عليك هاي كلها الالام اذا انت اذا انت تشيلها من حياتك تقول يعني الباب اللي يجي لي بنريح خليها سد خليني اعيش مؤمن حلو مخسول بالدم حلو خليني نايم وين مو بالكنيسة وين نايم بالقبر نايم بالقبر وين نكون نايم بالقبر ايه يكون كفافنا شرنا وطلع من عدها لكن الرب يريد يقول لك شركة الامه هي هذا شي اقولكم شي واحد ترسلون قوة المسيح للاخرين اخذوا هاي الامور تظهر قوة قيامة المسيح بالتمتع بالولادة ثانية ماكو مسيح يتمتع بها القوة اذا ما عنده ولادة ثانية ولادة ثانية مهمة جدا بحياتنا من يقول بطرس مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأقر هاي سجلها واحد بطرس خلي امك ولدنا ثانية بس يقول لك ولادة ثانية بس الانجيلين يحشون بها صح لا مصح كتاب يقول لك انت لازم تولد ولادة ثانية اللي ما يولد ولادة ثانية شي سوي ما عنده قوة القيامة ولا عنده يوم الثاني ولا عنده يوم الأول كلها فاقدها لكن اكو شي اللاق مهم جدا بهذا الشي شو قل شي مهم انه الرب يطين يا قل بميمي قل برقم اثنين تظهر قوة قوة قيامة المسيح بالتمتع بمن بقوة الايمان بالخلاص شوفوا هاي النقطات مهمة القوة ما لانه تتمتع بالايمان بالخلاص انا مخلص بالدم بالغفران خطايانا الحياة الابدية ومطينا تبرير لت تعيش حياة وانت تعيش مأسور وهذا الشي اللي الرب يطيك لانه رح يجي وقت تخلص من الغضب الات غضب الات وان واحد يسألوني كيل وتنظرون ابنه من السماء الذي اقامهم من من تدشوفون كل الكتاب مكتوب من الاموات مقاذبين من بين الاموات ليش احنا نقولها قام يسوع من بين الاموات غلط شو ما تقول هدى غلط غلط ليش غلط يلا كم لهدى ليش غلط ليش غلط نقول قام المسيح من بين الاموات ونقولها احنا دايما نغلط بها بس الكتاب ما يقول من بين الاموات يقول من الاموات لانه المسيح ما كان ميت من الاموات وقام المسيح هو الاسلم هو القام هو ما كان ميت بين الأموات شوما هما الأموات ميتين وقام من بين الأموات لا لا دربالك توقع بهذه الغلطة المسيح قام من الأموات شوما يقول به الكتاب بس مجرد للتذكير حتى نصحح بعض العبارات اللي إحنا نشلبين بها ولهذا السبب يسوع الذي ينقذنا من من أكو غضب غضب آتي الرب رح يخلصنا من الغضب الآتي آمين شوكت من تعيش بقوة القيامة اللي الرب يطيكاها باسم يسوع هذه النقطة مهمة تظهر قوة القيامة بسلوكنا سلوكك إذا غلط أنت ما عندك قوة قيامة يسوع في حياتك سلوكك صح يطبق عليه صورة المسيح على الأرض فأنت تعيش حياة المقامة من بين الله فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله نهاية وخلاصة ستظهر إيش مرة أخرى قوة القيامة للخليقة كلها رح تظهر بيش بقيامة الأموات الراقدين وتغي يعني ما خلتني ويا المواسس يعني أنه من موت رح نتغير اللي موجودين بالكنيسة خاصة النسواننا هنا ما أحد ما رح تموت لا تخافوا رح تتغيرون في لحظة في طرفة عين وتنتقلون منها نشكر رب نجي لكم بس إذا كنا بيتين رح نقوم وإذا كنا عايشين رح نتغير نحن الأحياء الباقين واحضرنا معه وسنقف وندين معه العالم فعش حياة القيامة فستكون دائما منتصرا عمين خلونا نقف ونتذكر موت ودف وقيامة هالي ثلاثة عيشها لا تعيش لي أول وحدة وثانية وحدة تبقى بالقبر اطلع من القبر وعيش حياة القيامة حتى الرب يبارك أيامنا خلونا نقف ونحن نتقدم إلى مائدة الرب بهذا الوقت حليلويا قيامة الفريق خليقوهم حليلويا صلي من كل قلبك وانت واقف هل انت بالقبر لو طالع من القبر ربطي نعمة باسم يسوع لكل الموجودين الحاضرين بهذا المكان إلهنا حي وحاضر بهذا الوقت صلي من كل قلبك واطلق كلمات بأنه الرب يطيك نعمة ويستخدمك بهذا الوقت يقول يا رب أنا جاي حتى تستخدمني وقوة القيامة تعيش في حياتي حليلويا